فهو دره به نور به ترقى به تحيى عالما حرا فخور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في كل مكان مع الجزء الأول والحلقة الثالثة من سلسلة العمل التاريخي هاشم وسلمة وقصتنا لهذا اليوم في أمر دوس دي فعلبان وابتداء ملكه على حقيقة الحبشة ما قصة أرياط كيف استولى على اليمن من هو دوس وكيف ذهب إلى قيصر الروم وماذا دار بينهما هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذه الحلقة فكونوا معنا تقول الروايات أفلت من نجران رجل من سبع يقال له دوس ذو ثعلبان على فرس له فسلك حقيقة جهة الرمال فأعجزهم فمضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم فاستنصره على ذي نواس وجنوده لأن النجرانيين مسيحيين نصرانيين وقيصر روما ملك الروم نصراني يعني نحن نصارى عرب أنتم نصارى روم الأصل الدين يجمعنا أن تأتوا وتنقذونا وأخبره بما بلغ منهم فقال له حقيقة بلادك بعدت علينا لا نستطيع لكني سأكتب إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين هو أقرب إلى بلادكم وكتب إليه يأمره أن ينصر حقيقة النصارى الذين عذبوا وقتل منهم الكثير في نجران فقدم دوس على النجاشي وهذا لقب حاكم الحبشة بكتاب من قيصر فبعث معه النجاشي سبعين ألفا من الحبشة وأمر عليهم رجلا منهم يقال له أرياط ومعه في جنده قائد عسكري فذ اسمه أبرها فركب أرياط البحر حتى نزل بسواحل اليمن ومن معه حقيقة من الجنود ودوس طبعا ذو ثعلبان هذا كان معهم وسار إليه ذو نواس ليحاربه في منطقة التقائهم ومن أطاعه من قبائل اليمن فلما التقوا إن هزم ذو نواس في سنة الله سبحانه وتعالى أن الظالم له نهاية فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه تجاه البحر ثم ضربه فدخل به البحر مات غريقا يعني انتحر جهة البحر وكان هذا آخر العهد به ودخل أرياط اليمن فملكها ماذا فعل أرياط وأبرها؟ قال المؤرخون أقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي وكان حقيقة في الجند كان قائدا عسكريا حتى تفرقت الحبشة عليهما إن حاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم ثم سار أحدهما إلى الآخر فلما تقارب الناس أرسل أبرها إلى أرياط إنك لا تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا فشيئا ما رأيك أن تبرز إلي وأبرز إليك فأينا أصاب صاحبه إن صرف إليه جند هذا الصاحب يعني إذا غلب أرياط ينصرف جند أبرها إلى أرياط وإذا غلب أبرها ينصرف جند أرياط إلى أبرها وبذلك حقيقة يعني خطة دكية من أبرها لعدم سفك دماء أهل اليمن من الحبشة ومن العرب اليمنين قال حقيقة أرسل إليه أرياط لقد أنصفت فخرج إليه أبرها وأبرها كان رجلا قصيرا لحيما وكان ذا دين في النصرانية خرج إليه أرياط وكان رجلا جميلا عظيما طويلا وفي يده حربة وخلف أبرها غلام له يقال له عتودة يمنع ظهر أبرها فرفع أرياط الحربة فضرب أبرها يريد رأسه فوقعت الحرب على جبهة أبرها فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفتيه فبذلك سمي أبرهة الأشرم وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرها فقتله وكانت هذه خدعة حقيقة ثم انصرف جند أرياط إلى أبرها فاجتمعت عليه الحبشة باليمن وتسلم حكم اليمن ودفع دية أرياط لاحظوا هذه الحنكة وهذه السياسة الآن أبرها الأشرم يتغلب على حكم اليمن يقتل أرياط الآن سيغضب لهذا الأمر حاكم الحبشة النجاشي حاكم الحبشة يغضب على أبرها لأنه قتل أرياط لكنه بعد أن تكلم مع أبرها رضي و يعني كما نقول في السياسة طبطب الأمور لأنه من مصلحته أن تسير الأمور السياسية لكن غضب غضبا شديدا وقال عدا على أميري فقتله بغير أمري ثم حلف أن لا يدع أبرها حتى يطأ بلاده اليمن ويجز ناصيته فماذا فعل أبرها حلق أبرهة رأسه وملأ جرابا من تراب اليمن ثم بعث به إلى النجاشي ثم كتب له أيها الملك إنما كأنا أرياط عبدك وأنا عبدك فاختلفنا في أمرك وكل طاعة لك إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم الملك وبعثت إليه بجراب تراب من أرضي ليضعه تحت قدميه فيذر قسمه فيه فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي وكتب إليه أن أثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري فقام أبرهة باليمن ملكا وحاكما ثم إن أبرهة ويبدو هنا حقيقة من خلال فهمنا للقرآن ولسورة الفيل كان هناك توجه لدى الحبشة أن يسيطروا على جزيرة العرب بأن يغيروا دين العرب من دين عبادة البيت الذي في مكة ودين إبراهيم القديم والسابق إلى النصرانية وكانت تحتاج إلى تخطيط وتدبير سماه الله عز وجل كيد كيد كما جاء في سورة الفيل المهم أبرهة هذا بنى كنيسة في صنعاء تسمى القليس لم يرى مثلها في زمانها بشيء من حقيقة العظمة والزخرفة وما إلى ذلك ثم كتب إلى النجاشي قال إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب إذن الأمر كان ديني بحث يريد أن يحد كل العرب إلى كنيسته وهو حقيقة لم يعرف أن العرب لا يمكن أن يجبروا على دين حتى لو كان الذي يدعوهم إليه واحدا منهم كما جاء في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما تحدثت العرب بكتاب أبره ذلك إلى النجاشي تضيب رجل من العرب نجع نسبه إلى مضر هذا الكناني هذا الكناني فعل شيئا هذا كذا تقول التاريخ أحدث يعني ذهب وأراد أن يجيب على كتاب أبره هذا الكنيسة الذي بنيته سنفعل به نحن العرب كذا وكذا وكذا وربما هناك تحليل آخر أن القصة كلها مفتعلة يعني لم يحدث أن رجل من العرب ذهب وأحدث في البيت وإنما إشاعة أو أنه هو الذي أرسله أبره يعني كان عميلا لأبره من أجل أن يستفيد من هذا الحدث ليبرر لنفسه اجتياح الأرض العربية يعني في السياسة يمكن لنفس الفئة أن تضر فئة من مجتمعها تفتعل هنا عملية إجرامية أو قتل فئة من الناس أو ما شابه لأن يبرر لأنفسهم اجتياح وإقامة حرب وما ذلك وهذا متكرر في التاريخ كثيرا إخواني المهم يقول تقول الرواية خرج الكناني حتى أتى القليس فقعد فيها يعني أحدث فيها تبرز وتبول ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبره فقال من صنع هذا فقيل له صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة وحقيقة هذا يحتاج إلى مساءلة هذه الروايات إذا كانت بنيت كنيسة أين الحرس كيف دخل هذا كيف فعل ولم ينتظر إليه أحد يبدو أنها والله أعلم تحليل الشخصي أنها فقط قضية مفتعلة المهم يقال أن أحدا من العرب لما سمع قولك أنك تريد أن تصرف إليها حج العرب غضب فجاء إليها وفعل ما فعل أي أن هذه الكنيسة ليست أهل لذلك أن يحج إليه العرب وأنت لست أهلا لأن تغير دين العرب فغضب عند ذلك أبره وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه ثم أمر الحبشة فتهيت وتجهزات ثم صار وهذا يا إخواني لابد أن نفهمه كل من يهاجم أرض الحجاز ليغير من وظيفة البيت وظيفة الكعبة تتدخل الإرادة الإلهية فتمحوه عن الوجود هذا منذ الأزل وسيبقى إلى يوم القيامة أرض الحجاز محمية بإرادة ربانية لأن لها وظيفة للإنسانية ذلك لو راجعتم آيات الحج في القرآن كلها تأتي بكلمة الناس ولله على الناس وأذن وأذن في الناس بالحج الناس كلهم لهم صلة بهذه الحقيقة العاصمة الإنسانية عاصمة العالم الإسلامي الأولى مكة وعاصمة العالم الإسلامي الثانية القدس وبينهما رحلة الإسراء كما سيأتي في إن شاء الله الأحداث مستقبلا ثم سار وخرج معه بالفيل وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا بهذا الأمر ورأوا أن جهاده حقا عليهم التاريخ يا إخواني يثبت أن العرب لم يستسلموا كلهم أو جلهم قاومة هذه الحملة لكن لم يفلحوا لشدة حقيقة كفاءة الجيوش الحبشية والعرب ما كانوا متوحدين كانوا منفصلين كانوا قبائل لم يتعودوا على مثل هذه الحروب جيوش ما عندهم جيوش عندهم يعني قبائل تغير على بعضها البعض المهم لما سمعوا بأنه يريد أن يهدم الكعبة البيت الحرام بيت إبراهيم جن جنون العرب وحقيقة بدأوا يحاربون أول من وقف لأبرها رجل يسمى ذي نفر وهو يمني يمني لسأل الله أن يحمي أرض اليمن وأن يوحد أرض اليمن وأن يحمي أهل اليمن اليمن المباركة إذن هذا يمني جهز جيشا لرد أبرها عن الكعبة لكنه هزم وأخذ لأبرهة لقتله لكنه استرحم فوافق أبرهة على إبقائه في السجن فلما أراد قتله قال له ذو نفر أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي فتركه حقيقة ووضعه في الحبس في وثاق وكان حقيقة أبرها يقال أن أبرها كان فيه صفة الحلم لم يكن متسرعا في اتخاذ القرارات ويبدو أن التدين الذي كان عنده أدى أن يكون به مثل هذه الرحمة أو هذه الصفة الحلم إلى آخر هذه الأمور قال ثم مضى أبرها على وجه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض خفعم عرض له نفيل ابن حبيب الخفعم ومن تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرها حقيقة أخذ له نفيل أسيرا فأتي به فلما هم بقتله قال له نفيل أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب وهتاني يداي لك علي قبيلتي خفعم شهران وناهس بالسمع والطاعة يعني سياسة لعب سياسة هذا الرجل قال أنا أكفيك قبيلتي أكفيك ناسي أبقني فخلى سبيله بمقابل أن يكون تبعا له وأن يسكت هتين القبيلتين عن حقيقة حربي أبرها وصل الآن أبرها إلى منطقة الطائف منطقة ثقيف حقيقة أنا فجأت لما فعله أهل الطائف تقول الرواية لما وصل إلى الطائف وإلى قبيل الثقيف قالوا له أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ليس عندنا خلاف لك وليس بيتنا هو البيت الذي تريد يعنون اللات كان عند الطائف بيت يضعون فيه صنما يسمى اللات مشهور إنما تريد البيت الذي في مكة وإن شئت نبعث معك من يدلك على طريق مكة أبرها رجل حكيم ما لي ولهؤلاء استسلموا لي دون أن يقاتلهم وافق فتجاوز عنهم فبعثوا حقيقة معهم من يدلهم على طريق وصولهم إلى الكعبة الرجل الذي بعثوه مع أبرها يسمى أبرغال قال فبعثوا معه أبرغال يدله على الطريق إلى مكة فخرج أبرها ومعه أبرغال حتى أنزله منطقة المغمس فلما أنزله به مات أبرغال هناك وسبحان الله حكمة الله عز وجل لأن الكعبة محمية حقيقة هذا أبرغال رجمت قبره العرب فهو القبر الذي يرجم في منطقة المغمس قريب ما بين مكة والطائف لما نزل أبرها المغمس بعث رجل من الحبشة يقال له الأسود ابن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم طبعا بعثه على رأس جيش وأصاب فيها مئتي بعير لعبد المطلب ابن هاشم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمت قريش وكنانة وغذيل ومن كان بالمنطقة من حرم مكة من سائر الناس أن يقاتلوا أبرها يعني في البداية قالوا لنقاتل لكن لما عرفوا أنهم لا طاقة لهم به أخذوا بالقرار السياسي بأن يتركوه ويعتمدوا على الإيمان الذي كان عندهم بالله سبحانه وتعالى وبوظيفة البيت وظيفة الكعبة من أيام إبراهيم عليه السلام هذا الإيمان الذي كان حقيقة مختلطا بالشركيات لكنه كان موجود يعني كأن الأمر أبرها كان مؤمن لكن عنده شرك نصراني على دين المسيح لكن دخل في دينه شركيات العرب كان عندهم إيمان وأدخلوا في إيمانهم شركيات من خلال عبدة الأصنام فمشرك عنده إيمان ومشركون عندهم إيمان سيتقاتلان مع بعض ما البعض فالله سبحانه وتعالى نصر مشركو العرب على مشركي الحبشة لأن وظيفة البيت الكعبة التي بناها ورفع قواعدها إبراهيم لابد أن تبقى إلى نهاية القيامة هذه مبعث نبي آخر الزمان لابد أن تحفظ وأن تبقى لوظيفتها المهم الأسود هذا جاء وأخذ أموال قريش أبرها بعث رجل من حمير اسمه حناطة وقال له سل عن سيدي آلي هذا البلد وعن شريفها ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم آتي لأن أحارب أنا جئت لأهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم فإن هو لم يرد حربي فأتني به فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيدي قريش وشريفها فقيل له عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصاي كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأريدكم يا أخواني أن تحفظوا هذا النسب عبد الله عبد المطلب عفوا ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصاي ابن كلاب إلى آخره لكن هذا قصاي ابن كلاب لابد أن نركز عليه لأنه سيكون له دور كبير في استلاء قريش على حكم مكة المهم سنأتي إلى هذا لاحقا قال فجاءه فقال له ما أمره به أبرها فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه لا نريد الحرب وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام أو كما قال فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه فقال له حناطة فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيك به فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فقال فسأل عن ذي نفر وكان له صديقا ذي نفر تعرفون أنه كان محبوسا حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا في حل في عندك حيلة فقال له ذا نفر وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا ما عندنا غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا أو أنيسا سائس الفيل صديق لي وسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدى لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك ذو نفر إذن قال له عبد المطلب حسبي هذا ممتاز إذا استطعت أن تفعل هذا ففعل فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له الملك مئتي بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت فقال أونيس أفعل فكلم أونيس أبرها فقال له أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عير مكة يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال فأذن له عليك فيكلمك في حاجته وأحسن إليه قال فأذن له أبرها قال وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم فلما رآه أبرها أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلس حقيقة على يعني أسفل من أبرها وكره أن تراه الحبس يجلس معه على كرسيه أو على سرير ملكه فنزل أبرهته عن سريره فجلس على البصاط وأجلس معه عليه عبد المطلب إلى جنبه ثم قال للترجمان قل له حاجتك فقال له ذلك الترجمان فقال حاجتي أن يرد علي الإبل التي أصابها الملك فلما قال له ذلك قال أبرهته لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك لاحظوا أبرهة يعرف القضية قضية تدين وتغيير دين القوم وقضية تبشير بدين جديد في أرض العرب وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت أهدمه لا تكلمني فيه فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه قال ما كان ليمتنع مني قال عبد المطلب أنت وذك عبد المطلب إذن كان يوقن أن الله سبحانه وتعالى سيحمي البيت وسترون بعد ذلك لما رجع إلى مكة كيف فعل وماذا دعا إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة ما الذي فعله عبد المطلب إذنما رجع من اجتماعه مع أبرها ماذا كان رد فعل قيادات مكة هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة كونوا معنا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته